موسيقى تعرفت بالنشرة الجوية قدمت الأخبار في تونس في قناة حنبال مشيت بعيد مشيت الواشنطن للحرة نستقبله بكل حب مقدمة الأخبار سونيا يونسي سونيا مرحبا وبيكي عيشك هادي نورتنا عيشك بنورة بوجودكم وتحية الجمهور وكل مشاهدين عطلة شنوها اي عطلة واخيرا عطلة عندي قدش ما نوحتش تقريبا 15 شهر 15 شهر تبدلت عليك تونس او لاي في 15 شهر لا 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 15 شهر عملا انتي خابت 15 شهر عدينا نواكب بعد هادي انا نواكب في كل الأحداث اما مش كما انت عيشها صحيح صحيح اوه اتوحشتها كهوا مش تبدلت علي اتوحشتها خاطرنا كل شي نتبع فيه يعني العام كيف اشتعاد عليك في واشنطن العام كان صعيب وحلو في كل شي يعني بالنسبة لي انا تعلمت برشة حاجات في العام هباية تبار كلا ما انت منجم منقول كان محظوظة جدا انسحبت من نشرة الجوية يجيك عرض في اخبار حنبال خرجت من حنبال مشيت القناة الحرة حظ زهر وانسألتم الله فسأله البخت لي منجموش نختصروها معني نختزلوها في الحظ يمكن الحظ ينجم نكون مفهم البطالة ما يعنيكش لي انا عمري ما كنت بطالة هادي يعني انا يعني التلفزة هيوية انا شايف ضغط خبخيز يعني ادخلت للدومان هيوية مغرام مش خدمتي الأصلية يعني انا عمري ما كنت بطالة يعني فاااا في التلفزة ممكن ممكن حظ معها موهبة بتجمش يعني تختزلها في حظك البعض يختزلها في حظ يقولك تباركلا معنة من هنا لهنى من هنا لهنى وليه وبنسك تصاعدي معنة تكون في ناشرة جاوية توري تقدم فيها أخبار في حنى بعد من بعد تمشي واشنطن والحرة معنة الحرة ماهيش أي قناة معنة من القنوات الكبرى الإخبارية في العالم الحمد لله الحمد لله أول حاجة ساعة نشكر قناة الحرة على الفرصة التي أعطيت هيلي والثيقة الكبيرة ونشكر قبل قناة الحرة قناة حنى بعل زهير الجنبري اللي أعطى فيها فيقة باش نقدم لأخبار وقت الناس كل كانت ضد ان يقدم لأخبار الحمد لله يعني توفيق من عند ربي حظ مع واحد يخدم لازم يخدم على بروفيل وبالكداء باش يقدم له مكسيمو ويكون في أحسن صورة خلنا حكيو بكل صراحة أول ما بديت تقدم في النشرة الجوية صار عليك هجوم وحتى وقت اللي وليت تقدم في الأخبار الهجوم متواصل من أين أتت لنا هذه سونيا اليونسي قال لي اليوم وليت في التلفزة وليت تقدم في برامج إلى غير ذلك شكون قال انك ويخذ بلاصة مش متاعك شكون قال انك فيك بلاصة متع غيرك ولا أنا ما فاكيتش بلاصة غير أنا كأي كأي إنسان يحب يكون في الدومان قدمت على كاستين كم الناس الكلين في قناة التاسعة قبلون يحبون يشنوا تحبني نقولك ليه نقولهم ليه يعني أنا أصلا انتي تخدموا جماعة الصحافة بطالة اي لكن أنا قدمت النشرجوية مش بشرط ان يكون صحفي لبالنشرجوية أنا قبلوني في النشرجوية رغم أن أنا مشيتش canisting نشرجوية اقترحوا عليا قلت رابت ليه وأنا ما نفهمش في الطقس وعليش بالعرابيها الفصحة أصلا أنا مالصوتي اكتشفت في النشرجوية ما كنتش نعرف لي أي مالصوتي نوعا ما حلو يعني في التقديم بالعرابيه الفصحة وعشبت لي كتجربة وحمد الله ، حبتني العباد يعني والهجوم كان من فئة معينة من الصحفين مش الناس كل فما الناس اللي فريمون حسوا أي طبعا طبعا يعني الحمدولة وفضلهم أنا نجحت اليوم فما شكون يقول اللي أنت في بلاصة أكبر منك اللي هي قناة الحرة معانتها اليوم القناة هذه المفروض تاخذ جهابذة المقدمين تاخذ سونيا اليونسي وهذا لا ينقص منك لأنه أنت خبرتك صغيرة تتسمى بالمقارنة مع الجهابذة اللي عنا طبعا هو ما ينقصش مني بالعكس هو يزيدلي ويحسب إلي لأنه أنا تجربة صغيرة لكن قناة الحرة اللي نوجه لها تحية مرة أخرى ولمديرها نارت بوران أنه هو ثقفية وراهن علي راهنت علي القناة كوجه جديد كتجربة صغيرة لكن راهنوا علي ووثقوا فيها والحمد لله أزعم أنني كنت في المستوى عملت اختبار عملت كاستينج؟ طبعا كلها صدفة يعني صدفة أنا فما صحفية تونسية في دبي تعيش اسمها نوجه لها تحية فاطمة الجمالي لأنه ما تربطنيش بها علاقة قوية أو صديقة يعني وحدها قتل راهوا قناة الحرة حاشتهم بموذيعين في تونس فأنا بعثت لأنه أنا منحبش يعني كنت أنا باخ بخانسيب منحبش نخرج من البلادي لأنه عندي شركة متى وعندي خدمتي ونحب تونس برشة الحقيقة بعثت السيفي صدقني السيفي حتى كيفش بعثته والإيميل على ثلاثة سوية وانا نبعث فيه هاني طلعت من الكربة هاني خبطت من الكربة هاني مشيت للبانك هاني ومنقذية القذية وانا قلت ما صعب وهالإيميل اللي حبيت بعثت السيفي بعثت روابط من نشرة جوية وانا قنات كيف كيف من الأخبار من حنا بعض قد أصباح ديريكتو من يجيني التاليفون شوفنا السيفي متاعك وماذا بينا نشوفوا الوقت باش نعملوا الانترتيان اي فولا معناها حتى كي قللي كي قاملوا لي تاليفون قالوا لي راهوا نشوفوا فيك في المقر الرئيسي في واشنطن قلت لهم شكرا اما أنا نحب في تونس حاسيتوا اللي يكلمني تبلنطا معنا يقول شبيعي بي شير بادويب الغالط قلت للي قلت للي أنا بعثت لتونس فهو قادم سيكت شوية قال لي لي أنا نشوفك في نحن نشوفوك في المقر الرئيسي في واشنطن قلت له شكرا اما أنا نحب في تونس فهو بهاد يعني قال لي شوف خلينا خلينا نبعث السيفي وتعمل الانترتيان وبعد للحديثي بقي يا أخي مفدش نيسار لي معناها بعد في الـ اقتنعت انه يزبك تهز فليشته كنت امشي الواشنطن بالضبط بالضبط يعني السفرة جاد في الوقت المناسب بالنسبة لي كنتي؟ والله يشوف ما نجمش نقوله في الوقت المناسب هو يعني مكتوب يعني هو قدر أنا ما قلت لك نخدم وما كانتش مبرمجة الأقدار هي حبت انه أنا نكون في الحرة في قناة الحرة ونشكر ربي على هالفرصة هذية اللي جيتني والحمد لله فرحانة بيها برشا وقعدة نقدم ونتعلم ديما الوقت بركة انه شوية هكا جيت في الظروف يمكن في الخدمة ما كتعرف ما كانتش مبرمجة أكيد يعني حازيت فليشتي ومشيت ما أنا قلت زمني نمشي خاص علمت داركم علمت أمك علمت الوالد أنا بابا خليته لأخر لحقيقة علمت أمي كي قبل من بديت في أوراق الفيزا منلو القتلي لي وأمريكا وكيفاش وتخلينا وتخلي خدمتك وقلت لها خليني أمي نحبي زمني نحب معناها نخوض هالتجربة هذية وأنا فرحانة برشا معناها لي كان الانترفيو ناجح وكان الكونتاكتي صرح له قلت لها ما تقولش البابا خلينا أنا نقوله بطريقتي معناها في الوقت المناسب قتله وقتلي قتله عفتك اللي قاعدت نقوله جيتني أفخ في قناة قالي آي يسمع هكا خاتر بابا أخبار يحب أخبار مش كيمة التنفيذ قتله قاعد يسمع قالي آي قتله في قناة أخبارية قالي آي سكتت عدين قلي وين قلت في أمريكا قالي آباي تصدم قلي أمريكا جملة واحدة قتله آي قتله قناة الحرة هاكو هاك وبعدك قلت له التاريخ ما حبيت نقول له وقتاش خويا قالي قلت له نهار هاكو هاكو قالي آي قلت له هاك مقرر انتي توجيه تشاور فيها ولا تعلم فيها يعني فانت قالي هاك مقرر وانا قلت له لي انتي اذا تقول لي لي لانا ما نمشيش يعني يجب انتي تكون موافق قالي انتي أدرب مصلحتك أسم تغيسابيليتي فلا كيفش استقبلت واشنطن في أيامات هالولا؟ والله هادي ماعني نكذب عليك كان قولك البداية كانت رائعة معناها أول أيامات كانت صيبة عليها كيفين؟ صيبة يعني ملول ما نعرش البلاد أو الحاجة اثنين مش عارفة كيفش بش تكون الخدمة مش عارفة كيفش بش نتأقلم على البلاد اينا نفسي ما كنتش مزلت مش مستوعبه انو انا خليت تونس خليت عيلتي خليت بيتي خليت دارنا خليت صحابي خليت الخدمة فهمت؟ يعني صيبة من اللول صيبة بش دستوعبها صيبة ونبقى بشوية بشوية يعني واحد أقلم حكيلي على نهارين لولانين اوه نهارين لولانين ملحبش تفكروا من الحقيقة خد التلمان صعب كيفش؟ من المطار انا من المطار يعني من المطار وانا متأثرة حتى في الطيارة وانا مينش مصدقة يعني كيفش انا نسلم على دارنا وانا قبل ما نمشي صيبة واشنطن؟ تقيت بلاد جديدة؟ قبل ما ندخلوا في البلاد الجديدة صعيبة بني وبيروحين قعدت خلطت بالجمعة قعدت صبت وحد في الدار ما نخرش من الدار هما سكنوني في سويت قعدت فيه ما نخرش من الدار وشد التاليفون وانا مش مستوعبة اللي انا بعيدة مش سهلة بالكل هدي كنتي في بلاد معني انا قعدت قلت انا المسافة ذيك الكل البعد هذيك الكل انا وقتش بش نشوفهم المرة جاية مربوطة برشة بالعائلة متاعك انت برشة برشة وانهار كما هكا ما كنتش قريت له حساب؟ انا خطر انا التجربة انا نحب نمشي هادي فانت حابة نمشي وفرحانة بها التجربة برشة ومتشجعوا وحتى دارنا رغم لي متأثرين على افريقي لكن يشجعوا فيها وفرحانين اما كي تولي سيئة يعني مشيهت وقدم امر الواقع تولي صعيبة بموعك هبتت في الطيارة؟ في الطيارة في الدار في الحقيقة ديما نبكي في الهارين ورين ديما نبكي مانيش مستوعبتها نحكي مع امي صعيبة صعيبة اول تليفون عملته لهم شك قلت لهم؟ قلت لها اني وصلت امي و ونحبكم برشة انا خليت عليهم فراغ نتصور؟ بطبيعة بطبيعة انا خليت عليهم فراغ وهو ما خليوا علي فراغ خد انا ندلولة في الدار يعني كل شي طيب على كيف سونيا كل شي على الذوق سونيا لازم طيب الحاجة اللي تحبها سونيا كل شي يصير كما تحبوا سونيا دونك انا مشيتنا القروحي متحملة مسئولية وحدي انا نشري انا نقضي انا نعمل انا كل شي نتلهي بي كنت في الدار كل شي يسألوني عليها ليو دخلوا سونيا يعني يعني معلاقة مش اي انسان هو والدي عزيز علي والعكس بالعكس اما انا سيس تخي سبيسيال هادي فهمت؟ فهمت؟ انا حاجة تنجم من تنحي الوجيع هذي الكل وتنحي الالم هذي الكل قيمة العقد المادي تنجم تنحي الوجيع هذي الكل تنجم تبرد اللوعة هذي الكل تنجم ترضي الوالدين تنجم ترضي العايلة والله يشوف العقد المادي ما نجمش يرضي العايلة لان العايلة مهمش محتاجين لي الحمد لله حتى بريستيج رعاو حتى بريستيج قل لي كعمل كمهنيا يعني كمهنيا عنده قيمة يعني بالنسبة لي انا عقدت مغري ماديا اوو نجم تقول يحكي على عشرة ليف دولار تقريبا 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 اللي هو يعتبر بفلوس ده 35 مليون في الشهر له اكبر خبسو لا تحسب نجم لا تحسب نجم لا تحسب نجم لا تحسب نجم وغاليا واشنطن غاليا 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 يسخل وذي كنت يعني في مكتوبك يعني فما تاكس وفما مصاريف وفما شارج فما دارك تسكن في دار وكا رهبة وإلى آخره ليس سهر وفما حتى فلوس تعوض ولا تعمل معاك اما تخفف تخفف حتى كيف يعيش وجيعة ما يعيش بالفلوس اكتر حاجة مش ما تقولش ذات الدعي المثالية اكتر حاجة نوعا ما تخفف هو النجاح النجاح كي انا امي من غضوة تفرج تقولي البارح كنت هيلة انا نفرح فهمتك والحاجة اللي بي انت اخبار تونس تقدمهم ب برشة ذاتية ما انتها في التقديم انت نعرف انه عندك نص يجبك تقراها متحس انه قاعدت تعصف عن نص بمشاعرك امان امان ما تخلي تواكيم وشمالي مشاكل شوفش قول قلت تعصف على النص بمشاعرك اي بمشاعرك نحاول يا ربي نحاول من ظهر الشام يقولولي كي تقرى على تونس باين عليك كل عينين يعملوا هكا نقول الله مالله غالب فهمة كليشيات على قريئات الأخبار كي تقرى لعبة تفرخ قلبك وكي تقرى كليشيات قريئات الأخبار كي تقلع عليهم الكل كي ترى انت هل كليشيات ما ينتبقوا عليك وإلا ليه هذي فرخ قلبك سونيا اليونسي تلعب بوكس مقدمة أخبار عنيفة أبدا دافع على روحها دافع على روحها دافع على روحها لكن بدون عنف تترينة اي تترينة اي تبدأ فرح قلبك قريئات الأخبار يعملوا 35 دقيقة في النهارك غلط أنا نعمل 10 ساعات في النهار ونقدم ساعتين مباشر ساعتين مباشر يا هادي قريئات الأخبار ينسوا الأخبار بمجرد أن يقرأوه مصحيح 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 بالعكس قريئات الأخبار اي حاجة تتحطرهم قديمهم يقرأوها بيتمو سي پا بغي اول حاجة انا اكثر واحدة نسئل وجو بوز بوكو دكيستيون مستحيل نقبل انه انا نقرأ حاجة مش فاهمتها قريئات الأخبار يخلصوا بارش فلوس ما نقلنا اكثر من المحررين صحيح ولا لي لا اجابة صحيح لا اجابة قريئات الأخبار يحكيوا في الدنيا كما يقرؤوا الأخبار عليك يا أحكيت عملتي أ Language لحن لا لحن قريئات الأخبار ملمين بكل الأخبار المحلية والعالمية صحيح لازم لأن يем قريئات الأخبار يحلموا بالأخبار في الليل اي 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 تحلمة نحلموا بالأخبار قريئات الأخبار يلزمهم يكونوا مزيانيات قريئت على القرأ يعني يجبهم عادي مش مزياني قريئت الأخبار بالضرورة يجب ما تكون مزيانا لي لي مش بالضرورة مش بالضرورة قريئت الأخبار يختارون لهم لبستهم وهو من يمكيجو لهم صحيح اما نحن نعاونو زده بلبستنا يعني تقريب 60% ولا 70% لبستنا يعني قريئت الأخبار عاديمية الإحساس لأنهم يقرؤوا الأخبار الخايمة نتعودوا عليها نتعودوا أما مش بدون إحساس قارئة الأخبار معارسينوا بزملائهم من الصحافة فما هكا وفما هكا فما هكا وفما هكا ما منصبه ليه نو قارئة الأخبار ممنوعة لهم يتعطاوا في السياسة ولا يعطيوا أي رأي في السياسة حتى في صفحاتهم وعلى بواقعهم الاجتماعية صحيح على خطر يجبنا نكونوا محايدين لأنه ليس نعطي ورائنا نقدموا الأخبار ليس نعطي ورائنا أو نحاز إلى طرف غير طرف سونيا نيونسي يعطيك الصحة كثيرة عايشة خرح قلبك عايشة سونيا كي نعمل مع بعضنا اللعبة كي نعمل فيها بارش على الصراحة متاعك يجبك تكون صريحة على خطر الأسئلة كي نكونوا قاسين شوية أيوة كي نتحول الكرسي هذه الكرسي الاعتراف كي نحاول أن نبربش في جوانب من شخصيتك من نحياتك سونيا اليونسي في كرسي الاعتراف سونيا 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 هل يمخلتك؟ أنت من النحية سونيا دراسي ما بدونه ما أحبب ما أحبب ماه يحبب ما أحبب يجب أن أقول لك كانوا قدام زوج شخصيات مختلفين لماذا؟ ممكن بين الشعر الأغمق المكياج أخاف غازيكا لكم من عش ما... ما تخافش ما عملتش عملية تجميل ما عملتهمش بالحق؟ ولا لا عملت تظهر لي كأنك طلعت ان حتى عملت؟ لا لا أنا برشا يقولولي إن كنت عملت تعريض فك ما عملتش تعريض فك عمري ما عملتها العملية دي من قبل أنا عندي هذومة ما بيتدخ كي ضعفت شوية بينو أكثر فانت... فما حقنة ولا لا؟ لا 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 فيتامينات بيخ بي اي بيخ بي بون عملتهم في تولس عمني والياني بيخ بي هذيتم معاك الواشنطن؟ لا ما يقعدوش هما مش أبي يقعدو البيخ بي دونك والبيخ بي معناها سوان يعني تسمع مش عملية تجميل يعني بوتوكس ليه؟ سوان ليه ما زل بكري عاد بوتوكس دونك ما سينو ما عملتش حتى عملية يعني شو الحاجة اللي تبدلت فيه شنو؟ زي ستبت زيد ليه مبدلة شو أنت فيش هالحاجة اللي مبدلة فيها مبدلة مبدلة برشا مبدلة للبيه و للخايف؟ للبيه للحمدول للبيه الحمدولة لازم يعني واحد للأحلى يعني للأحسن بي مانيش ضد عني عمليتها إذا واحد يحب يعمل يعمل يعني ما سونيا اليونسي عاشت مرحلة في حياتها صعبة هل فعلا سونيا اليونسي تعرضت للتحرش الجنسي؟ في المعهدي في الليسي وقت كنت صغيرة وي قديش كان عمرك؟ كنت نجم متصرف أكثر يعني كنت نجم لشكيبي كنت نجم منسكتش أي نوع من التحرش مرسوا عليك؟ طبعا أنا ما نحبش الحكاية ذي تتعمم لأنه الأستاذ أنا نحب أستاذتي كل يقرروني في وهذه الظاهرة متصرف كل كان مرضية؟ أي بلأ أنا أستاذتي كل نحبهم يحبوني ولطبع ما زلت عندي علاقة بيهم سواء في الليسي ولا في الجامعة نحبهم الكل تباقى الأستاذ هذا يعني ما نحبش نتفكره لحقيقة يعني ومش أنا بركة وقف معايا أستاذ لحقيقة كان يعرف الحكاية هذه وقف معايا بالجداء وقالي ما يهمك شفيه وما تخليوش يساومك في النوت في العدد أنا أعطيك بزيد في العدد بيش متخليش ويساومك حتى تي ربي يسامحوك أي نوع من التحرش مرسوا عليك؟ والله هادي ما نحبش نغوص في التفاصيل هذين يعني هل وصل إلى درجة إيذائك؟ نفسيا طبعا نفسيا طبعا لأنه أنا صغيرة يعني 17 سنة هل كانت مرة أو في شكل هرسلة؟ هرسلة طبعا هرسلة لأنه أنا ملول ما فهمتهش مازلت بارئة ما نفهمش الكلم اللي يقول فيه من بعد ديت نفهم وبعد كي وليت فهمة شانتاج بالأعداد وقتها فهمت آه وصل لي أي أنا قلت لك عندي يوقف معي أستاذ آخر باش عملت لكي لي برفن نوت يعني الحمد لله تعد لك الجرح من داخل؟ ما طبيعة منتجا مش تنسى هترك أنتي وقتها صنصية بشي تقرت سيد ذا يعني يتلهي عليك سلطة أي فشوية هذيك لكن الحمد ولا أنا ما زي ما لا استسلمت لا عرفت كيفش نحمي نفسي تعرضت للإبتزاز في حياتك ولا ليه؟ نتصور أي أي مرأة ولا أي راجل حتى يتعرض للإبتزاز أي نوع من أنواع الإبتزاز اللي تعرضت لها؟ آه ولا ينتفكر مرة آه خدمت في أجانس المدير وقتها نعم كانت خي سمباتيك معايا مرة نحكيه في موضوع أنه يعرف مدير شركة أخرى الشركة هذيك كانت تخدم فيها صديقة لي وخرجت لي ظروف معينة وحبت ترجع إنك عرفت له صديقه وقلت له تنجم شي تتوسط لصديقتي بش تخدم يعني مش ليه للسيرفيس هوا لكن ليه كي أختيين فهو قال لي طبعا وهز التليفون وقال له روش نبعت لك زوز مش حتى واحدة قال بش نبعت لك ثنين من عندي قال له أوكي عينيك مغمضة بش تخدم وإنا فرحتها صديقتي قلت له رو سيبون ورك بش ترجع والحمد لله كل وبعد من غدوة لي رتح نهارين قالوا قالي انتي وين قلت له في الخدمة قال لي أوبش نقول لك لأدريس وتجي معنا تجي للدار فعنا دار دار شنية قال لي في الحياة بش تاخذ زمك تعطي هكي كغيمة يعني يا رفتك اللي فهو في الحياة بش تاخذ زمك تعطي زمك تعطي انتي مدام طلبت الأخذ طالبك بالعطى ايه طبعا انا هزيت ساكي ومن نهارتها لا شفت ولا شافني فقط في الحب محظوظة ولا ليه؟ يعني بلايس 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 تعديت بزواج فاشل عشت بعده قصص حب ولا ليه؟ لا مش قصص حب تعرفت على الناس أكيدة مايرتقيوش انه بش يكونوا قصة حب يعني انتي عندك استعداد بش تعود حياتك؟ تشوف انا هيدي انا مرتاحة هكا انا مرتاحة لا لا خليني يكمل لا خليني يكمل انا مرتاحة هكا يعني انا الحمدلله لقيت التوازن بتاعي إلى أن يأتي شخص اللي يحسسني اللي انا مش متوازنة شمتا؟ انا طوام متوازنة نخدم عندي ناسي عندي أحبابي مكشنيق صحاجة من غير رجل وقتي أنا مليان والحمد لله نخدم ومرتاحة أنت تملى في وقتك بيش بتخليش مكان للرجل لا أنا مليه لأنه أنا نحب الحياة لأنك أنت من تحبش مكان للرجل لا أعلى من تحبش مكان للرجل أنت تملى في وقتك فرغ نصف وقتك لا لا إجا قل لك الرجل اللي يستحق وقته ويقتلع على الوقت واحده واحده وأنا نولي نحب نلقى وقت ليه فمت وضعية المرأة المطلقة تزعجك لا أبدا وقت يش تزعجني وقت لي عائلتي مثلا متقلقين مني أنو أنا مطلقة أنا عائلتي كل بارح كل يوم ما زلت مدلة ما زلت سنسونة سنسونة ما عندي حتى مشكلة الحمد لله أمي وبابا ربي فضلهم لي ما عنيش مشكلة معناها أي نوع من الرجال اللي يتجهلك ويزعجك لما يتجهلك والله يشوف هما الأنواع الرجال الكل تتجهلي لكن النوع اللي يزعجني اللي يعملك الهرسلة يعني أنا منحبش منحبش الراجل اللي يعني يكبش فيه وأنا معينيش فيه فمتا منحبش أنا فماش كون يستغل إنك مطلقة بش يدخل حياتك بطبيعة برش عبيديس خلوني مطلقة أنا حاضرة يلا نلوج على إنه أنا شريك آخر أو نحب فيسعا أبدا يزعجك هذا أي خاتر برشا بش نحاولوا نعملوا مبعضنا لعبة فتى الأحلام بش نشوفوا فتى أحلامك كيفش يناجم يكون ونعاونوك على الأقل بش ناجم نعطيوها شوية من وقتك بش تخصص شوية من وقتك والله ما عندي مشكلة مع الوقت هادي والله عندي مشكلة خصص له الوقت خنشوف الساعة وين تمشي أكثر هادي لعبة فتى الأحلام ما بش نعطيوك زوز اقتراحات وانتي بش تختار بش كون أقرب بش كون فتى أحلامك ناخذوا الاقتراح الأول أكرم ماك بيليل بيجي بيليل بيجي بيليل بيجي بي نختاروا بيليل نبدلوا نجيب أحسن هما زوز تبركل عليهم كتب؟ ومااااا لماوقر إلى أني نحب ذلك الحرج لك من مأشف زورج كلوني للحقيقة هاكبر من يكبر شف العمور لا أعرف، أما يعجبني، يعجبني ستيلو ويعجبني برشا حتى يكون أكبر معناتها؟ نعم، لا يوجد مشكلة أنت في العمر تسهل حتى القدش من عام فارق لا يوجد مشكلة في العمر لا يوجد؟ دوب لعمرك نورمال؟ لا، ليس دوب لما لا يوجد مشكلة، ليس نضع أبستاكل فيها إذا أنا يعجبني أحد، ليس نضع أبستاكل قدامي نخلوه جورج لونين؟ نمشي ونجيب القاضي جورج جورج بعد نجيب يجينا بنافلك جورج نحيو بنافلك يجينا في بلاستو بلتي جورج نحيو بلتي يجينا تايم حسن تايم تايم طوالنا معه طوالنا معه تايم بربي شنو اللي يفهم عن تايم هوش موجود عن جورج برش أهم حظه محليه بصراحة محليه 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 بيه جارير بيبنا جارير زميلي جارير، تحية الجارير وزوجته نورا أما تايم بيه نحيو جارير تايم محسن مرزوق تايم سياسي لا 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 تايم نحية للسياسيين أما لا لا تايم نحينا محسن ظافر عبيدين ظافر و تايم محسن محسن ظافر ظافر لذلك فتاة أحلام سونيا اليونسي هو ظافر عبيدين محسن هل هناك شيئا في المسيرة المهنية تتبدل في عام 2020؟ أو لماذا؟ دائما هو أكيد تجديد دائما خطة لأن في 2020 لنزيد أكثر ربريك أكثر أفكار في النشرات دائما تجديد وظيفة في الجزيرة تعنيك؟ دائما نشكرك برشا برشا نتمنى لك أن نجحوا التوفيق نورتنا اليوم وشرفتنا رب يوفق سونيا اليونسي أعيش كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري شكرا للفرقة الموسيقية فرقة رياض بودينات شكرا لكل الضيوف شكرا للحضور شكرا لكم على المتابعة نتقابل الجمعة الجاية في نفس المقعد بابان اسكلف حال خير شكرا لكم على المتابعة نشر المونيقين موسيقى 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 موسيقى